كان الحديث وصل بنا إلى قول الإمام وأما غيبة عيسى وجه الشبه بين ولادة موسى عليه السلام وولادة إمامنا صلوات الله عليه مر الكلام حوله وأما غيبة عيسى عليه السلام فإن اليهود والنصارى اتفقت على أنه قتل اليهود يزعمون أنهم قتلوه والنصارى يصدقونهم ويوافقونهم على ذلك وفعلا اليهود صلبوا شخصا ولكن شبه لهم كما هو في كتابنا الكريم وأما غيبة عيسى عليه السلام فإن اليهود والنصارى اتفقت على أنه قتل فكذبهم الله جل ذكره بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإنما غاب عنه كذلك غيبة القائم فإن الأمة ستنكرها لطولها هذا هذا الإنكار الإمام هنا يتحدث ليس عن إنكار المخالفين لأهل البيت المخالفون لأهل البيت أساسا لا يؤمنون بالأئمة ولا يؤمنون بولادته حتى يؤمنون بغيبته وبعد أن تطول ينكرونه لأن المخالفين أساسا لا يؤمنون بإمامته ولا بولادته وإنما يؤمنون بمهدي آخر له اسم آخر له مواصفات أخرى مهدينا إمامنا لا يعتقدون بإمامته ولا يعتقدون بولادته ولا يعتقدون بوجوده ولا يعتقدون بغيبته ولا يعتقدون بسائر شؤوناته التي نعتقد بها هذا اشتباه كبير الذي يطرح في وسائل الإعلام من أننا وإياهم نتفق في هذه المسألة نتفق في الكلمة في كلمة المهدي لكن ما وراء هذه الكلمة لا نتفق في شيء من ذلك لكنها الثقافة العرجاء الثقافة العمياء الثقافة العوراء كما قال هذا الرجل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه علي أما أني أحبك وأحب فلانا أشار إلى أعداء الزهراء أما أني أحبك وأحب فلانا قال أما إنك لأعوار إما أن تعمى وإما أن تبصر فهذه ثقافة عوراء ونهايتها تكون ثقافة عمياء كذلك غيبة القائم فإن الأمة ستنكرها لطولها الإنكار ليس بالضرورة باللسان الإنكار في الجانب العملي حين تنصب الأمة أشخاصا وتصدقهم في كل ما يقولون وتجعل منهم مقياسا للهدى والضلال هو هذا إنكار لإمام زماننا لأن الأمة تضع أشخاصا في موضعه حينما تأخذ الأمة علمها ومنهجها منهجها من غير طريقهم وهذا إنكار مساوق لإنكارنا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وهذا إنكار كذلك غيبة القائم فإن الأمة ستنكرها لطولها فمن قائل يهذي الإمام يقول عنه يهذي بأنه لم يلد بحسب المطبوع بأنه لم يولد فمن قائل يهذي بأنه لم يولد وهذا القول موجود في الوسط الشيعي الحديث هنا ليس عن المخالفين الحديث عن القائلين بغيبته فمن قائل يهذي بأنه لم يولد الموجود هنا لم يلد الموجود في بحار الأنوار نقلا عن نسخة أخرى من نسخ كمال الدين لم يولد وقائل يقول إنه يعتدى إنه يتعدى أو يتعدى واضح خطأ في الطباعة خطأ في النقل خطأ في الكتابة وقائل وقائل يقول إنه يتعدى أو يتعدى إلى ثلاثة عشر وصاعدا وموجود الآن في الوسط الشيعي خصوصا في زماننا من يضيف إماما ثالثا عشر إلى الأئمة الاثنى عشر موجود هذا القول وقائل يقول إنه يتعدى أو يتعدى إلى ثلاثة عشر وصاعدا وفوق من ذلك وقائل يعص الله عز وجل بقوله إن روح القائم ينطق في هيكل غيره ومثل هذا أيضا موجود إن روح القائم ينطق في هيكل غيره ومثل هذا القول موجود أيضا في الأوساط الشيعية وبدرجات كل هذه الأقوال موجودة وموجودة الآن في زماننا هذا الذي نعيشه وأيضا في الأجيال السابقة في الوسط الشيعي أنا لا أريد أن أشخص الأسماء والجهات لأن هذا يقتضي أن أتحدث عن هذه الأسماء والجهات وبالتالي سيخرج البرنامج عن مقصده ولكن هذا الكلام موجود هذا المصطلح الذي يتردد يتردد كثيرا فكرة المهدي يتردد في الأجواء الشيعية إنه إنعكاس لمقولة وهي موجودة في الوسط الشيعي تتبنى ها جهات قد لا تعلنها لكننا نعرف الأمر على أن المهدي فكرة يمكن أن ينطبق على أي شخص على أي حال لا أريد الخوض في التشخيصات لأنني قرأت هذه الرواية وأريد شرحها لا لأجل الدخول في هذه الجزعيات قرأت هذه الرواية وأشرحها مقدمة لشرح قانون الأصلاب فمن قائل يهذي بأنه لم يولد وقائل يقول إنه يتعدى أو يتعدى إلى ثلاثة عشر وصاعدا وقائل يعص الله عز وجل بقوله إن روح القائم ينطق في هيكل غيره هذه سنة جرت في عيسى وأما إبطاء نوح لماذا طال الزمان بنوح حتى جاء الطوفان وحتى جاءت قصة سفينته وأما إبطاء نوح عليه السلام فإنه لما استنزلت العقوبة على قومه من السماء بعث الله عز وجل الروح الأمين بسبع نويات بسبع نويات يعني لما صدر القانون السماوي بأن العقوبة ستنزل على قوم نوح ما الذي جرى نزل الروح الأمين وهو وهو عنوان لجبرئيل بسبع نويات نويات تمر وأما إبطاء نوح فإنه لما استنزلت العقوبة على قومه من السماء بعث الله عز وجل الروح الأمين بسبع نويات فقال يا نبي الله إن الله تبارك وتعالى يقول لك إن هؤلاء خلائقي وعبادي ولست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحج فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك اجتهادك يعني ابذل تمام جهدك فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك فإني مثيبك عليه واغرس هذه النوى فإن لك في نباتها وبلوغها نباتها يعني نموها فإن لك في نباتها ونموها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص فبشر بذلك من تبعك من المؤمنين الرواية قالت فإنه لما استنزلت العقوبة كيف استنزلت العقوبة فإن نوحا النبي دعا على قومه ودعاء النبي مستجاب فاستجيب الدعاء ولكن الاستجابة كانت ضمن قانون ونزل جبرائيل بنوى التمر وطلب من نوحا أن يغرس النوى حتى يثمر النخيل تخرج النخلة والقضية تحتاج إلى سنوات حتى تثمر فإذا ما أثمرت وأثمرت فإن الفرج والخلاص سيحين فبشر بذلك من تبعك من المؤمنين فلما نبتت الأشجار يعني أشجار النخيل وتأزرت وتسوقت وتغصنت مراحل النمو فلما نبتت الأشجار وتأزرت وتسوقت وتغصنت وأثمرت وزهى وزهى التمر عليها بعد زمان طويل قطعا تحتاج إلى فترة زمانية حتى تثمر وربما وربما أيضا كانت هناك خصوصية في هذا النخيل يحتاج إلى فترة أطول وزهى التمر عليها صار زاهيا يعني في تمام النضج فلما نبتت الأشجار وتأزرت وتسوقت وتغصنت وأثمرت وزهى التمر عليها بعد زمان طويل استنجز من الله سبحانه وتعالى العدى طلب نوح تحقيق الوعد فأمره الله تبارك وتعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر والاجتهاد ويؤكد الحجة على قومه فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتد منهم ثلاثمائة رجول وقالوا لو كان ما يدعيه نوح حقا لما وقع في وعد ربه خلف ألم يواعدنا بأن النوى إذا ما نمى نخيله وأثمر النخيل نمى وأثمر وزهى التمر فلماذا مرة ثانية أن يؤخذ هذا النوى ويزرع مرة ثانية فارتد منهم ثلاثمائة رجول وقالوا لو كان ما يدعيه نوح حقا لما وقع في وعد ربه خلف هذه الحوادث هذه الحوادث أين تجري في أرض العراق فنوح كان في العراق الذوق الذوق عراقي واضح في القصة هذه الطريقة لو كان ما يدعيه نوح حقا لما وقع في وعد ربه خلف ثم إن الله تبارك وتعالى لم يزل لم يزل يأمره عند كل مرة بأن يغرسها مرة بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مرات ينمو النخيل ويثمر تتوقعون ورح يبقى أحد ثم إن الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرة بأن يغرسها مرة بعد أخرى إلى أن غرسها سبع مرات فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد من طائفة بعد طائفة إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلا يعني دون الثمانين وفي بعض الروايات كان عددهم وصل إلى الثمانين الذين ركبوا في السفينة وإن كان هناك روايات تشير إلى عشرين أنا الآن لا أريد الدخول في هذه التفاصيل إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلا فأوحى الله تبارك وتعالى عند ذلك إليه وقال يا نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحق عن محضه وصفى الأمر والإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة هذه هي الغربلة هذا هو التمحيص فلو أني أهلكت الكفار وأبقيت من قد ارتد من الطوائف التي كانت آمنت بك لما كنت صدقت وعدي السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوتك بأن أستخلفهم في الأرض وأمكن لهم دينهم وأبدل وأبدل خوفهم بالأمن لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشك من قلوبهم وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن مني لهم مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الذين ارتدوا وخبث طينهم وسوء سرائرهم التي كانت نتائج النفاق وسنوح الضلالة فلو أنهم تسنموا مني الملك الذي أوت المؤمنين وقت الاستخلاف إذا أهلكت أعداءهم لنشق روائح صفاته نشقوا يعني شموا لنشقوا روائح صفاته ولا استحكمت سرائر نفاقهم تأبدت حبال ضلالة قلوبهم ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة لماذا وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرد بالأمر والنهي وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب كلا أو كلا ويبدو كلا هي الأدق ثم تورد الرواية هذا النص فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا النص القرآني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا لكن هذا يرد في الروايات في بعض الأحيان الأئمة يوردون النص القرآني لا على سبيل إراد النص بما هو نص وإنما على سبيل الاقتباس وقد يكون ذلك من الرواة من الرواة من النساخ النص القرآني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا لكن المطبوع فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا أعتقد أن الفكرة والصورة صارت واضح بعد عملية الغرس المتعدد إلى سبع مرات وفي كل مرة ترتد طائفة من الذين آمنوا بنوح إلى أن حصلت التصفية الكاملة بحيث المجموعة المتأخرة كما في روايات أخرى قالوا لنوح ماذا قالوا له قالوا نحن نؤمن بك ومتيقنون من صدقك ولو بقيت تزرع النوى وتأمرنا بالانتظار فإننا ننتظر لما وصل الأمر إلى هنا وكانوا صادقين في القول هذا المعنى ورد في روايات أخرى جاء الفرج والخلاص قد تقول لماذا لماذا لأن البشرية من زمان آدم إلى زمان نوح قد تلوثت تلوثا كبيرا وإبليس شاركهم في أموالهم وأولادهم إلى الحد الذي لا يرجى الصلاح لهذه البشرية فلابد من تنقية لابد من تصفية لذلك الأمر واضح إذا نذهب إلى سورة نوح إلى سورة نوح في الجزء التاسع والعشرين من أجزاء الكتاب الكريم في الآية السادسة والعشرين والتي بعدها وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا المجتمع البشري وصل إلى هذا الحد بحيث لا يرجى الصلاح لهذا المجتمع ولا حتى لما سيردون ولا حتى لما في أصلابهم هنا يشتغل قانون الأصلاب إذا وصلت الأصلاب إلى حد بشكل عام إلى حد لا يرجى منها أن تلد الخير حينئذ لا بد من قطع هذه الأصلاب من نهاية هذه الأصلاب هذا هو قانون الأصلاب الذي أشرت إليه في الحلقات الماضية إنك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفار إذا نذهب إلى سورة هود عليه السلام في قصة نوح في الآية الأربعين حتى إذا جاء أمرنا وفارت تنور تنور في بيت سام ابن نوح وفارت تنور علامة لبداية الطوفان قل نحمل فيها في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول زوجة نوح وابنه يام في بعض الروايات كانعان قل قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل فكانت التصفية لابد من نهاية هذا المجتمع البشري لأنهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا الروايات تقول إن نوحا حمل في السفينة معه الكلب لكنه لم يحمل معه ابن الزنا حمل معه الكلب لكنه لم يحمل معه ابن الزنا أراد للبشرية أن تبدأ بأرحام وأصلاب نظيفة هذا هو قانون الأصلاب سأشرحه في الحلقة القادمة لست الآن بصدد شرح قانون الأصلاب كما قلت هذه الرواية بمثابة مقدمة لقانون الأصلاب سأشرحه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والتي ستكون في يوم السبت غدا الجمعة برنامجنا الإسبوع زهرائيون في السبت بعد الجمعة مباشرة ستكون الحلقة السابعة والتي سأشرح فيها قانون الأصلاب كانت السفينة السفينة كانت نقطة لقطع الأصلاب الفاجرة التي لا تلد إلا فاجرا إلا كفارا إلا ضالا فكانت السفينة هي النقطة الفاصلة من ركب فيها نجا الأصلاب والأرحام النظيفة من تخلف عنها الأصلاب والأرحام القذرة هذا هو قانون الأصلاب قانون الأصلاب سفينة النجاة تنجي الأصلاب النظيفة والأرحام النظيفة وسفينة النجاة التي ركب فيها نوح هي أمثولة لآل محمد هي أمثولة لإمام زماننا هو سفينة النجاة صلوات الله وسلام عليه الأحاديث التي روتها الشيعة والسنة إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح هذا بحسب التنزيل بحسب الفهم التنزيلي بحسب الفهم المداراتي النبي شبه أهل البيت بسفينة نوح بحسب منهج لحن القول وهو الفهم الحقائق المراد أن سفينة نوح هي مثال لأهل البيت وليس أهل البيت مثالا لسفينة نوح ما قيمة سفينة نوح وما منزلة نوح بالقياس إلى آل محمد إنما سفينة نوح كانت مثالا للسفينة الحقيقية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وما جرى في الأنبياء سابقا هو تمهيد وتوضيح وتبيين للذي سيجري في إمام زماننا لو ذهبنا إلى سورة الفتح لو ذهبنا إلى سورة الفتح وفي الآية الخامسة والعشرين هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ونساء